بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نواصل في دورة حساب الكميات والمرة الفاتحة ان احنا بدنا نتكلم عن المسألة بتاعة الحديد. طيب ان احنا عشان نبدأ نحسب كميات الحديد لابد نعرف ان احنا في كل وحدة بنقص حديد طوله كم. فبالتالي بنقدر نقدر الوزن بتاع الحديد حقنا ونعرف ان احنا محتاجين كم طن من الحديد للمنشأة بتاعتنا. اه طيب عشان نبدأ في الحاجات دي اه في بعض المفاهيم الاساسية لازم ان احنا نقف عندها اه اللي هي من هنا. اه عندنا حاجة يسمى الكتلينجز اوف مين بار. طيب اه ان احنا لانه عندنا حاجة يسمى مين بار وحاجة يسمى ديستربيوشن بار. الكلام ده بيستخدم في الاسلابات او البلاطات عموما. اه طيب اه المين بار كتعريف بالنسبة له هو عبارة عن الحديد اللي بيكون موزع في الاتياه الاطول او الاتياه اللي بيكون فوقه المومنت اكبر. اه طيب اه المين بار عنده تلاتة حاجات اللي هي هو بيستخدم دايما في البوتم للاسلابة. وبعد ذاك الهاي دايمايشن بار از يوز از مين ري امفورسمن بار. بعد كده عندنا بيستخدم المين بار لتحويل البندنج مومنت للبيمز. اه طيب انا هنا اه رسمت زي اه رسمة تقريبية عشان نعرف بالضبط يعني هنا الخطوط الحمراء دي دي عبارة عن المين بار اللي هي موزعة في الاتجاه الفوقه المومنت اكبر اه ده الديستريبيوشن بار باللون الاخضر. اه طيب اه ده كله ما مهم. المهم في انه ان احنا كيف نحسب كمية الحديد بتاعه لان احنا محتاجينه. طيب اه يبقى عندنا نوعين من انواع المين بار. النوع الاول اسمه مين بار ويز هوك اللي هو شكل بالطريقة دي. طيب هيكون عندنا الطول ويكون عندنا هوك على اليمين وهوك على اليسار. طيب اه الطول بتاع الهوك هنا بساوي تسعة دي. اه طيب اه برضو عشان الموضوع ده يقع علينا اكتر حناخد مثال اه طيب هنا التوتل لينكس هيكون عندنا بساوي ال ال زايد الهوك اليمين زايد الهوك اليسار. طيب هنا اكزامبل لو عندنا الديامتر بساوي اطماشر مليمتر وعندنا الطول بساوي اربعة ال ال هنا بساوي فور. عايزين طول الهوك مين بار بنجيبه كيف بنجي نحسب هنا التسعة دي الدي بالمليمتر الدي بالمليمتر انتبهوا بنجي نقول هنا تسعة دي يساوي تسعة في اطماشر الدي اللي هي اطماشر القطر اطماشر بنقول تسعة في اطماشر بساوي مية وتمانية المية وتمانية دي بالمليمتر نحولها بالمتر نقسم على الف نجي نقول مية وتمانية على الف يساوي او بوين وان او ايت متر بعد كده نجي نقول التوتل لينكس من القانون هنا بساوي ال ال بساوي ال زايد الهوك على اليمين زايد الهوك على اليسار بساوي أربعة زايد 0.108 زايد 0.108 الطول الكل للهوك بار هنا عندنا في الحالة بتاعتنا دي بساوي أربعة بوينت ميتين وستاشر متر طيب عندنا النوع الثاني اللي هو مين بار ويز بند اللي هو ده شكله عندنا الطول الكلي عندنا البند الطول بتاعه بيحسب كمتوسط أو بتراوح ما بين 9D ل 16D طيب هنا links of bend equal 9D to 16D ويدي is diameter of bar طيب زي ما قلنا الديب المليمتر انتبهوا الديب المليمتر هنا عندنا length of main bar equal L plus 10D plus 10D اللي هو البندل على اليمين زايد البندل على اليسار زايد ال L بدينا الطول الكل للبار بتاعنا طيب العشرة دي احنا خطيناها بس كرقم بين التسعة وستاشر يعني احنا ما ممكن نخد يعني عدد اكبر من ستاشر وما ممكن نخد اقل من التسعة فعشان كده انا اخترت العشرة بين التسعة وستاشر طيب عندنا هنا مثال توضيحي عشان نعرف مثلا لو عندنا الحديد بتاعنا في اتناشر والطول اربعة لو عايزين نحسب الكتلينغز او طول البار او طول السيخة عندنا بنجي نقول بساوي بنجي اول حاجة نحسب البند على اليمين والبند على اليسار نقول البند بساوي عشرة في الدي اللي هي اتناشر بساوي مية وعشرين قلنا هنا بالمليمتر نحول اليمتر نقسم على الف نجي نقول بساوي مية وعشرين على الف يساوي او بوينت اتناشر التوتل بساوي لنا زايد البند على اليمين زايد البند على اليسار بساوي اربعة زايد او بوينت اتناشر زايد او بوينت اتناشر بساوي الي اربعة فاصلة اربعة وعشرين متر